اهلا وسهلا بكم اصدقاء ومتابعي قناة المجتمع الكنسي لأول مرة البابا سوفيلوس الثالث يكشف تفاصيل معجزة ظهور النور المقدس من قبر السيد المسيح ويحكي عن كل ما شاهده داخل القبر المقدس ياريت قبل ما نسمع الفيديو بتاع النهاردة تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش وتفعلوا زر الجرس علشان توصل لكم باستمرار كل فيديوهات القناة كلنا عارفين ان البابا سوفيلوس الثالث هو بطريارك كنيسة الروم الأورزو زوكس وهو البطريارك الوحيد اللي بيدخل القبر المقدس قبر السيد المسيح يوم ثبت النور وبيخرج حامل النور المقدس وهو الوحيد اللي بيشوف معجزة ظهور النور المقدس عندما سألوا البابا سوفيلوس عن ما يشعر به عندما يرى النور المقدس خارج من قبر السيد المسيح وتفاصيل كل ما يحدث داخل القبر حتى ظهور النور المقدس فكانت إجابته أني أركع أمام الحجر المقدس الذي وضع عليه جسد المسيح الطاهر بكل تقوى وأواصل الصلاة بخوف وتضرع وهي صلاة كانت وما تزال تطلى في كل مرة وعندها تحدث معجزة انبساق النور المقدس من داخل الحجر المقدس الذي وضع عليه جسد المسيح الطاهر واستقمل البابا سوفيلوس كلامه عن النور المقدس قائلا هذا النور زلون أزرع والغريب أنه يتغير إلى عدة ألوان وهذا لا يمكن تفسيره في حدود العلم البشري والغريب أيضا أن ظهور النور المقدس يكون سنويا بأشكال مختلفة فأنه في مرات كثيرة يملأ الغرفة التي يقع فيها القبر المقدس ومن أهم صفات هذا النور المقدس أنه لا يحرق فلم تحترك لحياته أبدا وأنه يظهر كعمود منير ومنه تضاء الشموع التي أحملها والغريب أيضا أن النور المقدس يديء الكثير من شموع المؤمنين الحاضرين حول القبر المقدس بنفسه فيجدوا شموعهم أضاءة فجأة كما أن النور المقدس كثيرا ما يديء الأناديل العالية المطفقة أمام جميع الحاضرين دون أن يلمسها أحد حيث يطير هذا النور المقدس كالحمامة إلى كافة أرجاء كنيسة القيامة ويدخل أيضا الكنائس الصغيرة مديئا كل الأناديل ومن أهم صفات النور المقدس أنه لا يحرق أي جزء من الجسم إذا وقع عليه وهذا برهان على إلهية المصدر وأن له صفات فوق الطبيعة وأيضا يديء شموع بعض المؤمنين بنفسه وينتقل من جهة إلى أخرى ليديء الأناديل في الكنيسة المقدسة ويشهد الكثيرون من الحضور أنهم بعد مشاهدتهم هذه المعجزة تغيروا وكانت هذه المعجزة العجيبة لها تأثير قوي جدا في طبتهم نطلب من الله أن ينير عقلنا وقلوبنا وأفهمنا ببركة النور المقدس وأن ينعم علينا ببهجة قيمته المقدسة من بين الأموات وكل سنة وإنتم طيبين أخيرا يريد تعملوا لايك وشير علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس واللي لسه مشتركش في القناة يشترك ويدغط على اشتراك أو سبسكرايب ويريد تفعلوا زر الجرس علشان توصل لكم باستمرار كل الفيديوهات الجديدة للقناة